الهيبروجيز اطلع لو كان فيه ديابيديس كنترول ديابيديس ان تقل وبندي فيتراز عشان تساعد في الريجينريشن اوف دي نيرز وبعدين نستنى حوالي ستة شهور لان فيه امان لان ستة شهور ان الكرينيان ده يريجينريشن لو حصل له بعد ستة شهور ريجينريشن وتمام التلعام خلاص انتهت بس لكن لو بعد ستة شهور ويقاس له خلاص من اني فردر لقينة ديبلوبيا على البراميلي جهز which is very uncomfortable to the patient جبنا نجلس ١٪ نجلس نجلس مفيد نحنا فقط کشهور تيه نحط خابرو عن عين تانية لو نحط بريس يخلي العيال ده يجيلو الصور على ال فوبيا بتاعتو من غير يعني مثلا لو انا عيني دي طالعه خلينا لاتكو نتكلم على العيني يجين داخل الجوة والفوبيا تريدها داخل ايدي والأبجيكت بينزل على نيزل بويت وهو ده ساوت طب ما رحط له بريزم الايبكت ستاعته راحة الديبيشن كأنه سهل بيساوع الديبيشن فيه فالبريزم ده اللي بيستاعته هنا والايبكت ستاعته هنا اللي جاي كده هيقوم نعود ناحية البيض وندخل عالفوبيا حيثو مكانت فمش هيبقى فيه دي بروبيا بس شرط ان هيقوط الديبيشن بالزبط في حالة الديبيشن الحكاية بتتغير فكل شوية العين بتتحسن او مش هاي البريزم ده وحطة بريزم تاني واحنا البريزم ده بنعبيره في نظارة فحيحتاج تغيير دائم للبريزم فساعات بنلجأ لحكاية ان احنا نقفل العين دي وغاية ما تبنوكيا تختفي وبعد كالا ما يتحسن لبقى شير بالكامل ساعات بنلج لكن نفرج بعض ست شنور وخلاص مفيش تاني وفلد الديد لطيب نعمل له لو كانت المسل فيها يعني بس ما هيش مجرد ان انت تعمل لها ريسكشن تحيقويها و ايه فكرة ان الريسكشن او بمسل يخليها ديبقى اقوى هادي عندك مسل قدرعين الجنين اهيه والله في الركز رايحال هكده وبعدين دي ويك مسل فامتا لما تشالها من الانسيرشن وتقص منها حد ودي ببقى ايديه تموته وتقدمه قدام عشان يدخلها تنفسي الاحيان الاصلي حصل ستريكش للمسل الستريكش ده إيز ستريكشن نحل المسل تبقى طيب افرد بقى ان المسل دي مفهاش اي اكشن فلس مش هشالها ايه ديبقى الموجودة بس زي اللي ايه مش كده؟ اقوم جاي بقى على السوبيريوريوريكتس تحريني المين دي فاكك انتلت البراني منها وخياته هنا وكان الداف الريس وكذلك هفق التلت البراني لنا وخياته مكان الداف الريس ليه عملت هنا قدنينا عشان مبقىش فيه لازم بتطققت دي لما تاخد تلتها يبقى انت ضققتها لما تاخد تلت دي هتبقى لتحت افرد لازم تاخد تلت اللي تحت كمان نعمل فيهم زي بعض لكن التلت اللي انا استفدت منه ده اسمه مش اسمه يعني افوقت المسل كلها مينفعش 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 في الجسم لانها مختلفة تماما على الدنيا فهفوق بس واخلط حتة من المسل انفله هنا وده اسمه انا وانا طالب لما تطور قال لنا كده يبتلوا الله دلوقتي البرين لما يعوز يرفع العين بيدي امفلسس لسوكير رخص ولنعوز ينزلها بيدي امفلسس وينهبت التاني فانت دلوقتي ساح يقتنع ان هو يشارج اللي ابتلت ده وابتلت ده مع بعض يقول من عين تطلع لبرا بيدي امفلسس واسلا ايه اقوار الفاسيليتي عاجة دريبة جدا هلاقي ان البرين هلاقي انه لو ابدأ انفلسس التلت ده مع التلت ده يعين تصع برا يوم يبدأ بشارجة الانتالي ودي صورة العملية اجل سبير ركتس وديك سبير ركتس وده التلت اللي اخذنا في اطنع هنا وده بجد اللي اخذنا في اطنع هنا كيف احنا كان لنا او بكريات الاناظر هل في فايدة ان انا اقص اللتر ريتس يور مين ورا اقصد لا لاش فايدة اقصد 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 ان لما ستقوم من العين داخله لجوه لان الميديا ستاخد العين نحياته. وافهم ان حصل بساوي الجديد. لكن حاجة غريبة جدا. موقف كده. اللتر الريكتس تكون سليمة. والعين برضو تدخل لجوه. وايه اللي خليها تعمل كده؟ ايه الميكانيزم او ايه اللي تخلي العين يمين. تدخل هو كده؟ مع ان الريكتس تمام. وانت لما تفحص الريكشنز كلها تدخلها تمام. يعني العين تدخل روح كده وكده وكل حاجة. ايه اللي يخلي العلاقة من الانتين تبوز كده وتنطفل هو كده؟ تعالوا ناخد مسأل على من لشخص امتروب. واقف هنا كده. وشخص تاني بلاس خمسة. واقف هنا. وايه؟ الشخص الامتروب اللي واقف هنا ده. لما بيبص على الانفينتي بيعمل زيرو ميتر انجلز اوف يعني لها كومبرتنس ولا اكون ديشن. ولما يبص على كتابة في بورنارد يعمل تلاتة ديورتنز اوف وتلاتة ميتر انجلز اوف كومبرتنس. طب. حتى بالامارة قلنا اي سي اوفر اي ريشو وان تو وان. او اربعة الواحد لو اثناها بالبريشن ديورتنس. فاذا لو هو بصص على الابجيت على مسافة التلت ميتر. هيعمل له تلافة ديورتنز اوف كومبرتنس. ومعها تلافة ديورتنز اوف كومبرتنس او اتناشر بريزم ديورتنس. مسلا. تعالي بقى عالشخص التاني. اللي عنده في الانتيني. الجرعة ده كده وهو بصص على الانفينتي. متجمعه ورا الريتن. وعنده احد حالي. يا ام ينبس ندارة براس خمسة. عشان يبقى ام تروب ويبقى طبيعي زي الجرعة اللي هو قايت هنا. يا ام من عنده كده حيقوم عامل يزود الصورة تتحرك من ورا وتيجي على بيتها ويشوف كويس. كويس? لما يجي يقرأ المشكلة اعظم. زي مشكلة? اه. ده هيعمل تلاتة كمان بالاضافة للخمسة. يبقى هيعمل كام? تمانية. التمانية دول غصبا عنه بايرفلكس. مصحوبين بتمانية ميتر انجلز اوف كونفيرجنس. مش كده? اول وضع الامسل زي الامتروب ده انه لما قمزك تكون هنا اعمل له تلاتة ميتر انجلز عشان ينشينه على الوكسك. وتلاتة ديورتنس هيشوفه واضح? وكمان هيشوفه سنجل. انه هنزل هنا عالفورج اهن عالفور. تعال بقى عالف تاني ده. لما يعمل هنا تمانية ميتر انجلز. يعني الديشة مش كده. كده كده. اللي عمل الحاوة عنيف. بطريقة عنيفة جدا. الاوبشكت اللي هو عايز يبصره هنا. الواقع السليم انه عمله تلاتة ميتر انجلز بس. فهو مضطر يعمل تمانية. ليه مضطر يعمل تمانية? لان غاضبا عنه بيعمل تمانية ده. فهو مضطر يشو عشان شوفه واضح. لو عمل معاهم تمانية ميتر انجلز. انا العين دي شفت الاوبشكت و انا العين دي شفت الاوبشكت. يوم عامل ايه بقى? يوم ودي عين. تبص على الاوبشكت. والعين التانية تحويت. دي فكرة ليه الهايبرمتروب بيعمل سويد. طب لو هو عنده عين بلاس خمسة وعين بلاس سبعة. يختار اني عين عشان تفيك سو تانية تحويت. يختار العين اللي بتريقوير لس سنوديش. فيختار الفلس خمسة يغوص بيها والفلس سبعة دايما هي اللي هي بتحويت. لو الانين فلس خمسة. يبقى ساعات يفيك سب العين دي ودي تحويت وساعات يبدل. ده اسموه alternative. alternative يعني يديل يديل. ساعة كده؟ ساعة كده. انما unilateral speed يعني دايما كده. والعين التانية هي اللي دايما بتحويت. مين احسن؟ الunilateral is appropriate for different ولا alternative. alternative؟ ليه؟ عشان المخت ما بينساش عين من التاني. فده less liable اللي بتكساله ايه؟ ام الان. ربعا. يبقى فهمنا ان الاكموديشن الزيادة عن النجوم في uncorrected hyperthrope بيبقى مصروف بconvergence زيادة عن النجوم. وهو ده بيخليه يبيت. طبعا هو بيبيت كمان فورفار. يعني فورفار and فورنير. ليه فورفار كمان؟ بلاس خامسة ده. بلاس خامسة. هيعمل اكموديشن عشان يشوف الاوبشوت اللي في التنفيدي. هيجمعهم بردو بلاس خمسة ميتر قامل. طب انه هيبقى عنده فورفار and فورنير. ونعلى عكس نروح كاي من الاسكويند مش بسبب سبب حاجة اسمها high ac over a ratio. الاطفال دول لما يجيلوا سكويند يجيلوا سكويند only on looking to near objects. هو باسس بعيد. ما عندوش مشكلة خالص. لانه ما بيعيش اكموديشن وبالداني ما عملكمش عامل الاتنين تمام تمام. لما يبص على الامير opposite ويبدأ يشد الاكموليشن ده بكى مسحوط باكموليشن زيادة عن اللزوم. يعني لو واحد ام تو. وعندو مرض اسمه high ac over a ratio. وهو بص على الامفينيتي ستة على ستة. مفيش اكموليشن مش كوموليشن مفيش حاول. لما يبص على القريب ويعمل تلاتة ديوتر اكموليشن معهم شباها تلاتة متر انجل. دمعاهم عشرين متر انجل او. كما عندو ستة. بس للحاجات الهريوية. بتعلاجه ايه? بالعادل كده. علاجه ان انا ما سمحلوش يعمل اكموليشن. هنبصه بايفوكال لانزز. بايفوكال شباها الكبارة اللي بيبصه مقدارة للجراية. فيها خط ببط كده. وخط الفؤاني رقمه zero. لانه هو بايد. بيشوفه عادل. وعندوش ستة بايد. بيشوفه تلاتة. بايد في بلاس تلاتة. بلاس تلاتة في ايدتها ان هو لو بيبص على حاجة رايبة من خلال بلاس تلاتة. سوريتها اوتوماتيكا لا يحتانسة لعريتنا. and you will not need to initiate ده نير يعني. بالتاني مش هيلجأ للكونفيرجنس الكامل ده. ودي اسمها بايفوكال. بلاس هنقول اللي كاي دي مرة تانية يا بايفوكال. يبقى احنا بنتكلم النهاردة على حاجة اسمها كون كوميتان سويت. وقلنا الفرق بين الخوميتان والنظاميتان فردين. الاكستراوكال المسلس سليمة كلها. فريلي اكتل نو داريشن. نمرة اثنين. الانجل او سرابيسماس اس دسين. ريجارتس حاجتين. ويش ايس فكسين ويش داريشن. لو كانت الانجل ولا حسب العين اليمين ولا الشمال يبقى دي. لو كانت الانجل ولا حسب ببص يمين ولا شمال يبقى دي. انما الانجل لو سواء انا ببص باليمين او الشمال. وسواء ببص نحنة اليمين او ريح الشمال. يبقى دي على طول ايه. وشرط طبعا ان انت تلاقي. كل الاكسرافل المسلس are free acting in all directions. باي فار the commonest cause of screen. من النوع ده. هي الانكوريكتد هايتروبيا. وفهمنا ليه. بالوقت لو كان الواحد عينيه لبنين نتيجة. اي قوز يعملو بالتومي تلسين. العلاقة بينه مش كورثو فوري. فهو عنده شوية نوع من الحل البسيط. هو عنده تندنسي. هنعينه دي تدخل لجوه شوية نتيجة. فهو ادرم يعمل شوية contraction اللي في ريكتز دي. وريلاكسيشان ميجا ريكتز دي. هتبقى لعنتين كده. يبقى ده حيجنبو دي بلوكت. كده. بعد شوية المسل دي حتدعم. تقوم بحقيقية كل جوه شوية قوم بكتز دي. انا امفلسي تاني. في معركة بين الفيوجن فاور والتندنسي تسوين. لو كانت الفيوجن فاور خوية جدا والتندنسي بسيطة. يبقى طول الوقت this tendency to swing will be kept under control. وهتبقى hidden. ليه تمتعي خفية كامنة. بالتبكينة كده. العيال شكله عاجي جدا. يعني الاتنين فاراليل وتمام التماثي. وانا حعمل شوية تاست تبيني انه هو فعلا عنه تاني نفسي ولا لا. مشاكله عاجي زينا كده. يعني الاتنين فاراليل تمام التماثي. لو كانت الفاور اف فيوزن. قد للتندنسي تسوين. يبقى ساعد. هتظهر الاسفينت وشاعد لا. لو كانت الفاور اف فيوزن جدا والباور اف فيوزن اقل. يبقى طول الوقت هتبقى manifest for what we want. نهاردة هنتكلم عن هتليفوريا. وبكرا هنتكلم على الهتليفوريا. الهتليفوريا؟ 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 عينين الاتنين فارال. ومجايش تين من اين. هو عديد من فاراليس. شكله عادي جديد. جايش تينكي؟ انه هو عين مجاعة. انت تقع لبجيلك عيان عنده هدلي او اي سترين بيتفكر في كذا جاهد. قد تكون قد تكون وبقى ده بقى مجاعة submit . عشكده؟ انما المايوفيا ده استعمالش. الا لو المنوفي عامل المسكولر اسينوبيا. فحنا عندنا نوعين من اسينوبيا. نوع اسمه اللي هو نتيجة ونوع اسمه نتيجة 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 بسبب كتر تشغيل طول الوقت عشان يحافز على العشان يتخلي عنين تتيجة. لو انت خبيت عين من عين دين. العين دي الوضع بتاعها حرشتي انها تطلع الورة وطفر الجوة او شاعة تطلع ال فوق. المهم انه هيفض راحك تحت الجبر. اول ما تشيه الجبر يلاقي ضبل. يوم على طول ايه متضبط نفسه. نخلي عنين تتيجة. طب ازا هو قبل التست. يعني باراليل كبه.